الأخت حصة من الإمارات الشارقة تسأل تقول ما حكم قص الشعر لهدف التكثيف والتطويل وفق التقويم القمري يعني في أيام محددة في الشهر هل هذا حرام أختي حصة من الإمارات الشارقة بالنسبة لتعمد قص الشعري في الشهر القمري في أيام محددة ومعينة هذا ضرب من الكهانة وهو محرم ولا يجوز ولذلك على أخواتي النساء وبناتي النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يتركنا مثل هذا الأمر ولا شك بأن هذا نوع مخالف لما يعتقده المسلم من التعلق بالله وتوفيض الأمر إلى الله وبذل الأسباب الطبيعية للأسباب أو للأمور التي من خارج الأسباب كيف الآن تربط المرأة كثافة الشعر بمنازل القمر وكيف الآن تقول والله الشعر لا يطول إلا إذا قصصته في هذه الليلة التي يظهر فيها القمر مكتملا أو قبل ذلك أو بعد ذلك هذا هو العياذ بالله من الكهانة كيف ترضى مسلم أن تكون على هذا الطريق النبي عليه الصلاة والسلام حرم الكهانة وحرم العرافة وحرم السحر وهذا لا شك بأنه تعلق بأسباب غير طبيعية لما يقول والله تقول المرأة في هذه الليلة إذا قصيت الشعر سيطول ويكثف هذا والعياذ بالله يعني خطر على عقيدة الإنسان وعلى إيمانه اتقوا الله واتركوا هذه الأمور وابذلوا الأسباب الطبيعية أسباب الطبيعية منها استعمال مثلا أدهان معينة استعمال مواد معينة استعمال وسائل طبيعية موجودة منها إذا كان عند المرأة مشكلة في تساقط الشعر مثلا تعالج عند العيادات ترقي نفسها أيضا هذا سبب شرعي ترقي نفسها مثلا أما أن تقول والله الشعر يتكثف الليلة الفلانية من الشهر القمر إذا ظهر القمر هذا كهانة وخطر على دين وعقيدة الإنسان